موسيقى أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تقص الحقائق بعد حل المجلس الوطني وتعطيل العمل بالدستور والدخول في مرحلة الحقبة السوداء لقانون أمن الدولة بدأت سيرة القمع السياسي الحديث بالتشكل وهي السيرة التي ستترك أثرها على حاضرنا اليوم رئيس مباحث أمن الدولة الذي كان قد أصدر كتابا بعنوان استياد الرجال في كينيا في سنة 1958 عاد لاحقا ليصطاد الرجال ضحايا جدد وهو يؤسس جهاز الاستخبارات ويكتب ملامح العقيدة الأمنية بالتنسيق مع الأمير السابق وبمتابعة بريطانية رسمية لذا لم تكن سفارة المملكة المتحدة في البحرين بعيدة عن هذه التفاصيل إيان هندرسون يرسل الطلبات وينسق ويتواصل هو قد بدأ في الاشتغال ببناء المنظومة الأمنية التي يريد أن يجعل أولوية التوظيف في المناصب الحساسة فيها للأجانب في الثمانينات بدأت حكاية تعذيب المروعة تتسرب إلى الخارج وإن تأخرت مناقشة تلك الحوادث في مجلس العموم البريطاني حتى مطلع التسعينات كما يبدو وهي مناقشة سبقها اهتمام دبلوماسي أمريكي ومتابعة سعودية كما تظهر الوثائق نشاهد هذه المداخلة في مجلس العموم البريطاني ثم نكمل موسيقى ماذا كانت تقول تعليقات وزارة الخارجية البريطانية وإجاباتها على تلك المداولات في مجلس العموم البريطاني أو حتى تهربها من أسئلة الصحف البريطانية التي كانت تتقصى طبيعة الدور الذي يقوم به الطباط البريطانيين في البحرين وبالأخص إيان هندرسون في حلقات سابقة استعرضنا وثيقة حول التهرب في وزارة الخارجية من الإجابة على أسئلة إحدى الصحف البريطانية حول طبيعة أو محاولة التواصل مع إيان هندرسون بالتحديد طبعا في ضمن أدبيات الخطاب الرسمي البريطاني منذ تلك السنوات كان هناك تنكر لأي صلة جادة ما بين إيان هندرسون تحديدا وما بين الجهات الرسمية في بريطانيا ما سمح بالكشف عنه في الوثائق البريطانية يثبت العكس لدينا هذه الوثيقة وهي عبارة عن تواصل لإيان هندرسون مع مستشار الشرطة في وزارة الخارجية البريطانية وهي تتحدث عن تفصيل يتعلق باتصال السفير البريطاني ليقول أن إيان هندرسون رئيس الفرع الخاص بالبحرين قد طلب منه الاتصال بهدف تجهيز مجموعة من الأسماء والعناوين لمرشحين واحتملين للعمل في فرع البحرين الخاص وكما يذكر السفير الذي يبدو أنه قيد التوسيع هذه الوثيقة تظهر مجموعة من الأسماء التي تم ترشيحها في وزارة الخارجية البريطانية للعمل تحت إشراف إيان هندرسون بالاسم وبالتفصيل الآن هل تورطت هذه الأسماء بقضايا التعذيب وبالانتهاكات التي لها صلة بالأجهزة الأمنية هذا بحاجة إلى استفسار ومتابعة وتقصف الحقيقة ولكن المهم في هذه الوثيقة هو إثبات أن هناك تعاون وتنسيق ما بين السفارة البريطانية وإيان هندرسون ونحن نتحدث عن هذه الوثيقة في سنة 1973 هندرسون لم يترقى بعد في مهمته الأمنية ليتجاوز مسؤوله جنبل ولكن واضح مدى تأثير هذه الشخصية وقوتها في المتابعة وهذا التواصل والتنسيق الموجود ما بين وزارة الخارجية البريطانية وإيان هندرسون هذا شكل من أشكال أياد السفارة البريطانية التي كانت تمتد في داخل الجهاز الأمني وإن كانوا يحاولون أن ينكروا تلك الحقيقة وتوضح لنا بعض التعليقات والتحقيقات التي نشرت لاحقا حول سيرة القمع في تلك الفترة طبعا نحن نتحدث منذ منتصف السبعينات حتى سنة 1998 عندما تقاعد إيان هندرسون في هذه الفترة كان هناك اهتمام واحتفاء بريطاني به الملكة البريطانية منحت هندرسون وسام أحد الأوسما الرفيعة في بريطانيا هذا بالإضافة إلى ما كان يمنح لهندرسون من تكريم في البحرين في هذه الوثيقة وهي تحديدا من إحدى الصحف الإلكترونية في جنوب أفريقيا التي تشير حول بعض تفاصيل التعذيب في تلك الفترة يورد هذا المقال يقول تحدث إلي أحد الناجين من التعذيب دون ذكر اسمه عن تجربته ويذكر أن ضابطا بريطانيا مختربا كان متورطا بشكل مباشر في تعذيبه أولا اعتقله ضباط بحرينيون وهددوه لإجباره على الاعتراف بطريقة الحمار بالتعذيب وأصر على أنه ليس لديه ما يعترف به ثم أجبره الضباط البحرينيون على الوقوف لمدة خمسة أيام متواصلة وضربوه بخرطوم ماء كلما حاول الجلوس وعندما أصبح منهكا تماما علقوه كما تعلق التجاج المعدل الشواء وضربوه على باطن قدميه وهي تقنية تعذيب تسمى الفيلقة وقد تم استخدام هذه الأساليب نفسها ضد المتظاهرين خلال الانتفاضة يعني بعد 2011 يقول الضحية لا زلت أتذكر هذه التفاصيل بشكل جيد كنت أبكي وأصرخ وأقول أرجوك أنزلني وسأقول ما تريد وبينما كنت مستلقيا على الأرض جاء ضابط بريطاني وقلت لنفسي إنها فرصة ذهبية فلن يقبل هذا الضابط بالسماح بتعذيبي لأني بريء كان اسمه براين يقول أنه كان يسمع البحرينيين ينادونه بهذا الاسم لسوء الحظ جاء وصرخ في وجهي وقال اعترف قبل فوات الأوان فأجبته لم أفعل شيئا ثم يكمل لقد صدمت حقا عندما طلب منهم استحابي وتكرار الفيلقة في وقت لاحق علمت أنه كان القائد لهذه المجموعة وأن البحرينيين كانوا يتبعون تعليماته الرجل هو براين شور الذي عمل مع إيان هندرسون في كينيا وتم تجنيده بالإضافة إلى مجموعة من الطباط البريطانيين وبقي في الخدمة الأمنية في البحرين لأكثر من 20 سنة يعني منذ سنة 1971 إلى ما قبل تقاعد إيان هندرسون هذه الوثيقة تعطينا ملمح من ملامح المتابعة الأمنية البريطانية للقيادات الأمنية لما يحدث من تعذيب في الحقيقة حاولت أن أعود لما هو موجود من توثيق لما كان يحدث من انتهاكات في تلك الفترة فترة الثمانينات وكتبت خلاصة قصيرة في الحقيقة لأن هناك الكثير من الأحداث تحديدا في سنة 1985 سوف أستعرض خمس حالات وأستطيع أن أحيل الإسقاط لهذه الحالات بما يحدث في الوقت الحالي ونحن نتحدث عن تقنيات التعذيب أحد الضحايا من منطقة الدراز كانت تهمته هي الالتقاء بأخيه في الخارج تم توقيفه لمدة سنة كاملة ثم تم إطلاق صراحه بكفالة ولاحقا تمت إقالته من وظيفته وتم سحب جواز سفره كان عمره 29 سنة أيضا ضحية أخرى من منطقة المنامة تهمته هي مزاولة نشاط ديني محضور وحيازة كتب دينية تم سجنه لمدة ستة أشهر الضحية الثالثة من منطقة الزنج تهمته هي الكتابة على الجدران تم ترحيله من البلاد وأيضا هناك شخص آخر كان معه في هذه القضية تم ترحيله مع عائلتي ونحن نتحدث عن شخص عمره 19 سنة في حالة رابعة لأحد الضحايا مع عائلة الحلواتشي تقل اعتقال شبهة ولكن تم تعذيبه وتوقيفه لمدة شهرين الإحالة الأخيرة هي لثلاثة شبان كانوا في الصالة الرياضية بالجفير وشاهدهم الضابط بأنهم لم يقفوا عند أداء السلام الأميري أثناء مباراة كرة السلة تم ترحيل اثنين من هؤلاء الشبان لاحقا لخارج البحرين نحن نتحدث عن تقنيات الطهاد وتعذيب وتعسف هذا غير عن المحكمات الجماعية ترحيل قسري سحب جواز سفر تعذيب شديد وغيرها من وسائل التعذيب التي لجأت إليها المؤسسة الأمنية بعد 2011 ذات الأساليب التي أسس لها جهاز إيان هندرسون المدعوم بريطانيا والذي كان يتابع بشكل مباشر مع الأمير ذات الوسائل تم استخدامها لاحقا في سنة 2011 بعد الفاصل نكمل بعض التفاصيل طبعا كما سيتضح من عدة وثائق تتعلق بالنشاط الدبلوماسي في البحرين بأنه كان هناك اهتمام أولا من السفارة البريطانية بشخص إيان هندرسون المتصل بشكل مباشر بالقمع السياسي وجهاز الاستخبارات من جهة وأيضا كان هناك اهتمام أمريكي بهذه الشخصية وأول وثيقة وقعت عليها في الحقيقة حول هذا الموضوع أو توقفته عندها هي مراسلة موجودة في وزارة الخارجية تتحدث عن محضر حديث غير رسمي لإيان هندرسون بين وزارة الخارجية الأمريكية في نوفمبر 1977 ولكن تم التحفظ على هذه الوثيقة وعدم السماح بنشرها بموجب قانون السجلات العامة لسنة 1958 لكن المهم في هذه الوثيقة هي أن أول بدء للعلاقة والتواصل ما بين إيان هندرسون والأمريكيين كان في نوفمبر 1977 طبعا ما سوف تظهره الوثائق لاحقا أن هذه الشخصية الأمنية المرتبطة بالقمع السياسي في البحرين كان لها تأثيرها حتى على السياسة الخارجية للبحرين تحديدا مع نهاية الاستعمار البريطاني في هذه الوثيقة وهي من كتاب كتاب قيم في الحقيقة عن القمع السياسي في البحرين لمارك أوين جونز يتحدث عن بعض التفاصيل المتعلقة بدور إيان هندرسون بمتابعة وزارة الخارجية لنشاطه والاستماع حتى إلى جملة من المقترحات التي كان يقدمها ومنها ما يتعلق بالعلاقة مع المملكة العربية السعودية في هذا الناس يقول على الرغم من ورقة التين المجازية والاحتجاجات البريطانية على تضاؤل دورهم العسكري بقي المسؤولون البريطانيون يؤكدون على أهمية وجود أفراط بريطانيين في الشرطة نتحدث عن البحرين لا سيمة على سبيل المثال إذا اضطر رئيس الفرع الخاص البريطاني العقيد إيان هندرسون إلى المغادرة عشارنا في حلقات سابقة إلى أنه كانت هناك خلافات ما بين الضباط البريطانيين والعائلة الحاكمة وتحديدا وزير الداخلية قبل صدور قانون أمن الدولة تقول تكمل هذه الوثيقة عن إيان هندرسون الذي أتى إلى البحرين في سنة 1965 بعد طرده من كينيا التي استقلت في سنة 1963 وعلى السمعة التي أصبحت لديه في الحكومة البريطانية وكيف كان يوصف بكونه خبير في مكافحة التمرد بعد القمع الوحش في كثير من الأحيان للموماو وعلى غرار بيليغريف من قبله بقي هندرسون في البحرين لعدة عقود يعملوا بكفاءة أمنية حتى التسعينيات من القرن العشرين وأشار السفير البريطاني في البحرين ما بين 1975 و1979 إلى أن إيان هندرسون أثر على توصيات السفير لدر الثورة لدرجة أنها سميت بوصفة إيان ويصف السفير هذه الوصفة بكونها معاهدة صداقة سعودية بحرينية تحدد حق كل منهما في مساعدة الآخر في الحفاظ على القانون والنظام ويليها برنامج كبير للإنفاق على الرعاية الاجتماعية ما يهم في هذه الوثيقة هو مستوى تأثير هندرسون في بناء العلاقات البحرينية السعودية عندما رحل المستعمر البريطاني من البحرين هذا كان بطبيعة الحال سوف يخلف فراغا في بعض المناطق والمستعمر يريد الحفاظ على مصالحه من ضمن المعالجات التي تم اللجوء إليها هو المساهمة في توسعة النفوذ السعود في البحرين وهو نفوذ سوف تكون له تبعاته وفاتورته في 2011 عندما تدخلت قوات درع الجزيرة حتى في مجلس الأموم البريطاني هذا التعليق الذي نشير له من قبل اللورد إف بيري في سنة 1995 في مجلس الأموم البريطاني كان يتحدث عن تدخل السفير السعودي آنذاك وهو الشاعر غازي القصيب المعروف يقول كنت أتمنى أن أذهب إلى البحرين عندما دعتني السلطات البحرينية في نوفمبر الماضي لكن تلك الدعوة ألغيت في اللحظة الأخيرة لأنهم كانوا في ذلك الوقت في سياق الاستعدادات لاجتماع مجلس التعاون الخليجي الذي كان حينها لا يزال ثمة شهر إلى أن يحين موعده وعلى الرغم أنني طلبت عدة مرات من جديد الدعوة من ذلك الحين إلا أنني أخشى أن الموقف لا يزال معلقا وهذا الصباح عندما سألت السيد القصيبي عما إذا كان بإمكاني الذهاب فورا إلى البحرين قام بالمراوغة ما زلت في شك فيما إذا كان من الممكن أن أذهب إلى هناك وأرى عن كثب بعض المشاكل التي يناقشها هذا المساء ثم يتحدث عن تقييمه للاعتقالات التي تحدث في البحرين المهم في هذه الوثيقة وأنا في الحقيقة استغربت شخصية مثل غازي القصيبي شخصية معروفة ضمن النطاق الأدبي شخصية أدبية لها صيتها أن تمارس مثل هذا الدور في عرقلة زيارة برلمانية تريد أن تتقص حقيقة الأوضاع الحقوقية في البحرين لماذا مارس هذا الدور طبعا هناك الكثير من الإجابات في نهاية المطاف هو يمثل جهة دبلوماسية خليجية تحديدا السعودية ولكن المهم أيضا في هذا الموضوع هو طبيعة هذا التنسيق والتعاون الدبلوماسي ما بين السعودية والبحرين في تلك الفترة إلى درجة المماطلة في عرقلة زيارة شخصيات برلمانية إلى البحرين حتى لا يطلعوا على ما يحدث من أوضاع حقوقية في داخل هذا البلد المثقل بالقمع والانتهاكات ألقاكم في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة